طيب أنا أسف المطش العودة هتعمل يوم الخميس إن شاء الله طيب هنروح للكرة الطائرة كرة الطائرة زي ما قلت لحضركم لما تأجلت الانتخابات بسبب الإجراءات الاحترازية اللي أقامت بها الدولة وأجلت كل الجماعة الأممية ست شهور الحقيقة طبعا معالي رئيس الوزراء النهاردة أكد على ذلك فورا كابتن سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة استدعى الفرق وعمل القرعة النادي الأهلي هيقص شريط البداية بتاعت أو رحلة الحفاظ على اللقب ضد مصر البترول إن شاء الله والمباراة هتتلاعب بإذن الله يوم 18 أو يوم الخميس القادم في 18 ديسمبر دي أول مباراة فريق الطائرة هيلعب هيلعب طبعا ونسيت أقول لكم كمان أنه المجموعة اللي وقع فيها نادي الأهلي هي بتروجيت هولوليدو الشريط دخان مصر البترول القناة أول مباراة لنا مصر البترول 18 ديسمبر هكون على صارة النادي الأهلي بالجزيرة طيب وتاني مباراة هتبقى بابن بتروجيت أقوى فريق في المجموعة معنا بتروجيت بتروجيت الحقيقة عامل شغل كويس جايب لعيبة بس مطشنا مع بتروجيت هيبقى في المركز الأولومبي في المعادي وزي ما قلنا لحضراتكم هيبقى أول مطش يوم 18 المطش الثاني بتاع بتروجيت يوم 21 ديسمبر زي ما أنتوا شايفين الدنيا مضغوطة لأنه عارف الموضوع جيز زي طب إحنا خلاص الموضوع تأجل مفيش انتخابات طب يلا بسرعة نلعب الدول فطبعا تم ضغط المباريات الجولة الثالثة لأهلي هيلعب القناة يوم 25 ديسمبر هولوليدو يوم 28 ديسمبر في الجولتين الرابعة على صالة الأميرة عبدالله الفصل خامس موضوعات الأهلي هيكون أمام الشرقية الدخان والمقرر يقامتها يوم الجمعة 1 يناير على صالة شرقية للدخان طبعا زي ما أنتوا شايفين أنه الكرة الطائرة كان عندهم مشكلة كابتن محمد مصلحي حصل ملل في الفريق خلينا أقول لكم بس اللي تم بالزبط لأنه الفرقة بتتمرن ما فيش ماتشاط راح سكندرية عمل ماتشين ورجع لها بماتشاط هنا ولكن الماتشاط الودية عمرها أبدا ما بيكون بنفس قدر وقوة الماتشاط الرسمية فطبعا الماتشاط دي كافية جدا وزي ما أنتم عارفين أنه المنافس التقليدي لنا في القرى الطائرة هو النادي الزمالي وخلينا أقول لكم كمان أنه السنة اللي فاتت احنا حصلنا على كل البطولات اللي دخلنا فيها سواء دوري سواء كاس ونقلنا لحضراتكم مباراة طلاق الجيش اللي كانت على شاشة قناة النادي الأهلي وقدرنا بشكل كبير أن احنا ناخد كل البطولات فالطائرة بإذن الله ماشيين يعني بخطة كويس عشان يقدروا يحافظوا على نتائجهم بإذن الله الفترة القادمة